أعزائي الطلاب والطالبات برحب فيكن جميعا بفيديو جديد معكن إلهان بوزان من قناة سواني ألمانية مع إلهان وبدون أي إطالة خلونا نبلش موضوع فيديو اليوم سهل وبسيط وهام بنفس الوقت إنك كيف فيك تقول باللغة الألمانية سلم لي على فلان أو كيف فيك تبعث تحيات أو سلامات إلى شخص معين هذا الشيء كله رح أشرحه بفيديو اليوم فمثلا لو كنت بنقاش أو بحوار مع شخص معين وفي نهاية هاي المحادثة حبيت إنك تقول له سلم لي على والدك سلم لي على أبوك فأنت بهالحالة أمام سلاس عبارات العبارة الأولى اللي فيك تستخدمها فيك تقول له شونة جروسة عن داين الفاتر شونة جروسة عن داين الفاتر يعني أجمل التحيات لوالدك بما معناه يعني سلم لي على والدك شونة جروسة عن داين الفاتر لاحظ هون إنه في عندي حالة النصب إذن داين الفاتر حالة النصب فبالتالي هون عندي اسم منصوب اللي هو مفعول به اللي هو فاتر فبنتبه على التصريف الصحيح داين الفاتر اسم مذكر في حالة النصب العبارة الثانية اللي فيك تستخدمها بهي الحالة فيك تستعمل جملة في صيغة الأمر إمباراتيف وتقول بشتيل داين الفاتر شونة جروسة بشتيل داين الفاتر شونة جروسة يعني وصل لوالدك أجمل التحيات بما معناه سلم على والدك سلم على أبوك منلاحظ هون اني استخدمنا الفعل بشتيلن اللي هو فعل بيتعدى لداتف أبيكت يعني لأسم مجرور لعنصر داتف فبالتالي في عندي هون حالة الجر داتف فبالتالي داينم فاتر داينم فاتر إذن كتير بنتبه على التصريف في الجملة العبارة الثالثة اللي فيك تستخدمها أيضا في هاي الحالة فيك تستعمل الفعل يعني يوجه أو يبلغ فبالتالي فيك تقول أيضا جملة في صيرة الأمر فيك تقول يعني وجه لوالدك أجمل التحيات أو بلغ والدك أجمل التحيات إذن عندي هون كمان لاحظ هون عندي كمان حالة الجر داتف ليش؟ لأنه الفعل المنقسم أوسغيشتن هو فعل بيتعدى لعنصر داتف فبالتالي عندي هون داينم فاتر عندي هون اسم مجرور إذن هاي العبارات الثلاثة اللي فيك تستخدمون في حال حبيت أنك تسلم على شخص معين تبعث له سلامات أو تحيات فيك تستخدم أحد هالعبارات الثلاثة وكل آياتهم صح وكل آياتهم مستحدمات هذا كان كل شي لفيديو اليوم بتمنى أني قدرت كمان أعطيكم إضافة جديدة تستخدموها في نهاية المحادثات ونحن كشعب شرقي غالبا منوجه تحيات أو سلامات للأشخاص اللي منعرفهم أو اللي منحبهم فهي العبارة ممكن تكون مفيدة لألكن بشكل كبير كان معكني الهان بوزان من قناة سواني ألمانية مع الهان تحياتي لكم جميعا وإلى اللقاء في الفيديو القادم اشتركوا في القناة